هاته الأمير وزير الداخلي الأمير عبد العيز بن سعود بن نايف تحدث على أنه على هذه الفكرة أنه المفترض أنه ننتظر ونشوف دور يعني من خلال قال أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية لكن هناك مشكلة أنا الآن لما أجي وأنتظر التحقيقات وأتريث وأنتظر المعلومة الطرف الآخر قاعد يشتغل على أفلام وعلى فبركات وعلى مدار الساعة على تغذية متواصلة ومنهجة هل المفترض من الإعلام السعودي وحتى من الشخص السعودي أنه ينتظر ويقول لا أنا بنتظر وأصير أتعامل على البيانات الرسمية والتحقيقات الرسمية والمعلومة ولا لا هناك شيء لابد أن نعمله في هذه الفترة قبل أن تظهر المعلومة حتى لا يكون موقف نضعي طبعا لا ننتظر والواقع لنا لا ننتظر البيان الذي صدر عن الحقوق السيادية للمملكة هذا طبعا موقف صارم موقف حاسم موقف يعني في ظني ما حد توقعه أنا ما توقعته وأنا سعودي ما توقعت أن البيان سيصدر ظننت يعني أننا يعني سننتظر بالصبر والحكمة المعروفة فيها المملكة لكن صدر البيان صدور البيان معناه أنك لا تنتظر شكريا لا يوجد الملامENCE وقت جانب الملام الأخيات المتوجّة